أوراق التوت الأخيرة تتساقط عن أجساد كل الخوانة اللي باعوا الوطن السوري يتواصل التساقط عن أجساد الذين شاركوا في تدمير دولة سوريا وبدأت الفضايح تتوالى والحقيقة تتكشف إن سوريا تعرضت لأكبر مؤمرة في تاريخ المنطقة من أجل تقسمها وتدمرها وارتكاب عمليات إبادة ضد شعب سوريا وإلصاق الجرائم ديّت في جسد نظام الرئيس بشار الأسد وبعد ما كشف القضاء الفرنسي عن تورد دول غربية وشركات عابرة للقرارات في إثارة الفوضى داخل سوريا ها هو القضاء الألماني يستقبل دعوة قضائية تفضح دور التنظيمات الإرهابية وبعض الخوانة في فوضى الوطن السوري التفاصيل والمعلومات صادمة واللي هنكشفها خلال الحلقة ديّة وقبل ما نبتدي شير وليك للفيديو ده وكمنتك الجميل أنا أحمد عبدالهيدي وإنت من حق أتعرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم منذ ساعات قليلة كنا نشرنا لحضراتكم حلقة مهمة جدا كشفنا فيها السطار إزاي القضاء الفرنسي انتصر للوطن السوري الشقيق وإزاي القضاء الفرنسي حكم على شركة اسمها شركة لافارج ودية شركة متخصصة في تصنيع وإنتاج الأسمنت كان لها فرع في قلب دولة سوريا إزاي الشركة ديّة سهمت بتمويل أكتر من 13 مليون يورو دعم للتنظيمات الإرهابية من أجل ممارسة درها في مواجهة الشعب السوري ده على مستوى القضاء الفرنسي وطبعا عارفين حكايات وتدعيات ثورات الخراب العربي اللي بدأت من الوطن السوري الشقيق ودمرت سوريا ودمرت العراق ودمرت مصر ودمرت ليبيا ودمرت تونس ودمرت السودان ولزالت بتدمر اليابن وليبيا إزاي أن الثورات ديّة كانت مدعومة من كل الدول الغربية وإزاي حتى الشركات عابرة للقارات كانت بتتلقى التعليمات من الحكومات الغربية عشان تمويل التنظيمات الإرهابية اللي زي تنظيم جماعة الإخوان وشركاها في سبيل إثارة الفوضى جوى المنطقة العربية النهاردة جايبين معلومات لحضراتكم أيضا بشكل آخر من دولة أخرى رفع للدعاء العام في ألمانيا دعوة ضد أحد المواطنين السوريين للاشتباه في مشاركته في حالات إعدام بصفة عدوا في تنظيم داعش يعني تخيلوا حضراتكم أن الدعاوة أصبحت بتتوالى تخيلوا حضراتكم أن الكثير من السوريين الذين ينتمون لجماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية التبعة أيضا لجماعة الإخوان التي خرجت أيضا من رحم جماعة الإخوان دول كلهم متورطين في عمليات إبادة جوى الوطن السوري طبعا كانت جماعة الإخوان ودولة تركية والدول الغربية ألسقت هذه الاتهامات بالرئيس بشار الأسد بزعم أنه هو الذي يرتكب مثل هذه الجرائم ها هي الأوراق والمستندات والدعاوة القضائية المستندة على وسائق وأدلة تثبت وتؤكد بملادع مجانا للشك أن هؤلاء الخوانة هم المتسببين في إثارة الفوضى وأتل السوريين المشتبه السوري فيه هيقف قدام القضاء الألماني للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب والانتماء لجماعة إرهابية المتهم ده نقل سوريين حسبما أشارت الوسائق والمستندات المشتبه فيه نقل سوريين تم أصرهم من طرف تنظيم داعش وقام التنظيم ده بأعدمهم كما قام بعد أيام قليلة من ذلك بنقل سوريين آخرين وتم أعدمهم بإطلاق الرصاص على رؤوسهم وفي وقعة أخرى قام هذا المتهم بإطلاق أعيرة نارية عدة مرات على شخص أعزل من مسافة قصيرة عند حاجز على الطريق بيت الدعوة اللي حاليا في قلب دولة ألمانيا بيتم تداول الدعاوة والجلسات بتاعتها من جانب آخر المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وده منظمة غير حكومية المركز ده رفع دعوة قضائية بالتنصيق مع منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة دعوة تم إقامتها أيضا في ألمانيا ضد ميليشيات مسلحة مدعومة من تركيا اتهمتهم بارتكاب جرائم من سنة 2018 في مدينة عفرين خلال عملية غصن الزيتون عملية غصن الزيتون ديت أطلقتها دولة تركيا بقيادة رجب طيب أردغان في مطلع العام 2018 وأكبرت مئات الآلاف من سكان عفرين إلى الإقامة في مخيمات وديت طبعا بتقع شمال محافظة حلب بعد سيطرة تركيا والميليشيات المدعومة منها على المدينة وكانت عفرين واحدة من بين ثلاث مقاطعات أعلن فيها عن إدارة ذاتية استقلت عن الوطن السوري طبعا بدعم من رجب طيب أردغان وبدعم من التنظيمات الإرهابية اللي يقول لك بشار الأسد هو سبب التقسيم من سبب التقسيم يا حالتها أنت وهو جماعتك الإرهابية التنظيمات الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان وأنا لا أعفي التنظيم الدولي لجماعة الإخوان من المسؤولية لأن كل هذه التنظيمات أساسا بتنسق مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان وتعتبر بمثابة جماعات خرجت من رحم التنظيم الدولي لجماعة الإخوان وطبعا دول كلهم أساسا مدعومين من قلب دولة تركية فكانوا دايما بيتهم الرئيس بشار الأسد أنه هو الذي قام بالتقسيم والتدمير وإثارة الفوضى وإن هو كان على الأقل لitarianously يتعلم عن الحكم في سبيل أن الدولة سوريا تستقر هم منت يا حالتها انت وهو معمر القزافي أطاح بوؤتلو يا ترى دولة ليبيا استقرت ما أنت يا حالتها انت وهو علي عبدالله صالح تنحى عن الحكم في قلب دولة اليمن دولة اليمن سلمت من الكوارس هم منت يا حالتها انت وهو الرئيس التونسي كان تنحى عن الحكم يا ترى دولة تونس كانت استقرت يدوبك دولة تونس بتشم نفسها حاليا ما انت يا رحمك انت وهو كان الرئيس حسن مبارك تنحى عن الحكم الدولة المصرية كانت سلمت في أعقابها من الفوضى والخراب المستعجل المشكلة ما هيش تنحى الرئيس بشار الأسد بقدر ما هي محاولة أعادة تقسيم دولة سوريا وإدخالها في النفق المظلم اللي دخلت فيه دولة ليبيا وما خرجتش حتى اللحظة الراهنة الرئيس بشار الأسد عرف الفو لو كيلها على رأي المصريين الرئيس بشار الأسد عرف ان المسألة ما هيش مسألته هو ما هيش قضيته هو ما هواش تنحى هو المخطط السيطرة على الوطن السوري بحيث تصبح سورية محمية طن الكيان الإسرائيلي بحيث ان هي تلتزم بالتعليمات الصدرة من الكيان الإسرائيل ومن أمريكا في سبيل ان هي تحمي الكيان الإسرائيلي وفي سبيل أن هي تخضع ولا تصبح بمثابة دولة موجهة وأن هم يأمنوا وضعية الكيان الإسرائيلي شوفوا حضراتكم المعلومات حاولوا يلصقوا الاتهامات دي بالرئيس بشار الأسد عبر مئات الحلقات كشفنا السطر وقلنا يا جماعة ده مش دفاعا عن بشار الأسد إنما هو دفاعا عن الحقيقة بشار الأسد مالوش علاقة بكل الجرائم التي ارتكبت في الوطن السوري طوال السنوات الماضية إنما هي صنيعة هؤلاء الخونة والإرهابيين اللي بيهجموا الرئيس بشار الأسد وهو ده طبعا المعلومات والوسائق والأدلة بتكشف السطار عن ذلك الذي قلناه سابقا بسامي الأحمد المدير التنفيذ المنظمة السوريون من أجل الحقيقة والعدالة قال إن الغرض من الدعوة الجنائية اللي تم إقامتها في ألمانيا هو أن تقوم السلطات الألمانية بإجراء تحقيقات هيكلية ضد المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وذلك بعد تقديم أدلة موثوقة وشهادات ومجموعة هائلة من التوثيقات لدعم هذه الدعوة هو وضح إن ألمانيا قامت في السابق بإجراء تحقيقات هيكلية بشأن جرائم تنظيم داعش وأطراف أخرى وهو ما نسعى لأن تكرر السلطات الألمانية بشأن انتهاكات الجماعات المدعومة من أنقرة الضحايا اللي تم تقديم الدعوة باسمهم تعرضوا لانتهاكات من تلك الجماعات المدعومة من أنقرة واللي تعددت بين الاعتقال والعنف الجنسي وسلب الممتلكات لاللي بيحصل عرفت حضراتكم إن الرئيس بشار الأسد لا علاقة له بما تم سابقا وإن كل الدعاوة ديت أساسا بتكشف الصطار عن الفضايح بتاعت هؤلاء الخوانة ألمانيا تحريك دعوة ضد سوريا اشتبه في ارتكاب جرائم حرب عنف جنسي وسريقات دعوة بألمانيا ضد ميليشيات في سوريا هو ده اللي بيحصل يا سادة وها هي المعلومات تتكشف السؤال الذي يطرح نفسه الآن يا ترى تأكدت بملادع مجانا للشك إن كل الحلقات التي نشرناها حوالين نتائج ثورات الربيع العربي كانت مصبوطة ولا لا مجموعة من الخوانة والإرهابيين اللي توطقوا ضد الأوطان بتاعتهم النتيجة حالة من الفوضى والخراب المستعجل لا والمصيبة يقولك بشار الأسد هو المسؤول عن هذه الجرائم وإن يلحق بشار الأسد ضرب السوريين الشعب السوري الأعزل لا يا حلتها من حق أنا كنظام من حق أنا كرئيس للدولة إن أنا أتصدى لأي نوع من الفوضى في قلب الدولة دي هذا أمر طبيعي يعني لما يكون هناك جرائم إرهابية بترتكب في قلب أي دولة الطبيعي إن كل مؤسسات الدولة تنطفد في مواجهة هذه الفوضى وهذا الخراب والعمليات الإرهابية فأنت سيادتك كنت أنت أعزل؟ طبعا هؤلاء الخوانة ما كانوش عزل إنما كانوا مدعومين من قبل تركيا وبتمولات عبارة للقارات من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان النتيجة صنعوا الفوضى وألسقوها بالرئيس بشار الأسد زي ما هم ألسقوها بالرئيس عبد الفتاح السيسي لما يقولك ده إيه فض العزل اللي كانوا موجودين في قلب ميدان رابعة بالقوة عزل مين يا رحمك؟ إحنا كنا شهود أساسا على مدافع وعلى بنادي وكلاشنكوف وعلى قنابل وعمليات إرهابية كانت بترتكب في قلب ميدان رابعة إلى درجة إن السكان دول كان أصدقاء منهم كثيرين كشفوا السطار إزاي إن جماعة الإخوان كانت بتمارس الإرهاب والدمار والقتل وكانت بتقتحم الشؤاء في قلب مدينة نصر وبتسيطر عليها وبيلقوا بأصحابها في قلب الشارع وكانوا بيمارسوا عمليات البلطجة ورغم ذلك الدولة المصرية أعطتهم فرصة للخروج الآمن خروج يا جماعة إحنا عارفين إن المرحلة اللي فاتت دي مرحلة كان لها اشتباكتها وتعقيدتها وبناء عليه عفى الله عما سلف شريطة أنا التوقف عن ممارسة العنف في قلب مدان رابعة ومع ذلك كثيرين خرجوا وبقي قيادات الإرهاب في قلب مدان رابعة المطلوب مني إيه كدولة؟ أطبطب على أمك كأمر طبعا مستحيل ولا سيدل على ذلك مما مارسته دولة ألمانيا وفرنسا ودولا أخرى أي حد يشتبه بأنه هو ممكن يؤثر على الأمن الداخلي للدولة بيتم سحقه أسفل الدبابات وإذا كان عجبك على الأقل الدولة المصرية أعطت لكل المعتصمين في قلب مدان رابعة الفرصة للخروج الآمن إلا مجموعة رفضت ذلك طبعا أن الدولة تتعامل معهم وتعاملت معهم أيضا بشكل كويس جدا وبشكل قانوني جدا وكل قياداتهم قيادات جماعة الإخوان الإرهابيين فضلت الدولة المصرية تحاكمهم لعدة سنوات أنت عاوز أكتر من كده ده ما حصلتش في ألمانيا ما حصلتش في فرنسا ده ما حصلتش في كل دول أوروبا أي كلبي بيخرج عن الخط المحدد له في التظاهرات بيتم سحقه أسفل عجلات عربات الأمن أنت عندك هنا في قلب الدولة المصرية وقول لك إيه الحاقد عبد الفتاح السيسي أعتدى على العزل العزل تابعين في عينك كده طبعا شغل تهريج أعتقد كل الأوراق والمستندات بتكشف الصطار عن أن كل هذه الإدعاءات طبعا لا علاقة لها بالواقع وأن دول مجموعة من الخوانة اللي كان مفروض يتم التعامل معهم اشتركوا في القناة